السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. زيكم حبايبي يا رب اكونوا بخير. نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض المتدلعة. حاجة حلوة كده سهلة جدا وبسيطة جدا وهتديك نتيجة كويسة قوي. هنعملها من غير اي تعقادات. واقلوك عملتها ازاي طبقة طبقة. سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة خالص. وان شاء الله هتطلع معاكي يا حلوة من اول مرة بازن الله. شايفين شكلها? ما شاء الله عليها. هقول لكم عملتها طبقات وشكلها كده من فوق ازاي? بس قبل ما نبدأ وصفتنا. يا ريت لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لي الفيديو. هنبدأ ما قدرنا بصي بسيطة مفهاش اي حاجة معي نص كيلو كنافة. ده كنت مفرزة وفرقها. ومعي نص كباية من السمنة. دي سمنة سايحة من السخنة. ومعي هنا كيس بزبوسة. كيس العادي خالص. ومعي هنا ثلاث معي لقسامنة كبار دول البزبوسة. معي علبة زبيتي. هي دي كل ما قدرنا النهاردة. وهنبدأ الاول نعمل القنافة. هنعمل هنا كل حاجة لوحدها. ده نص كيلو من القنافة. انا حطيته في الفريزر قبلها بيوم. وطلعته هو لسه امتلك فرقته كده فرول معي وبقى حتة صغيرة خالص زي ما انتم شايفين. هبدأ انزل عليها انا بنص كباية من السمنة السايحة. دي السمنة مسخنة انا سيحتها بس يعني فترة كده مش دافية ولا سخنة. يا دوبك ساحة معي. هبدأ انزل بيها على نص كيلو قنافة كده. زي ما انتم شايفين. السمنة دي هتخلي القنافة تربط مع بعض جدا. انا هنا في نص بيحطه لو هتعملها قنافة عادية صعب بيزوده اه يعني تلات معلق سكر عليها. ويقلب. وانا مش عايزة مسكرة قوي بصراحة. عشان حاجات كتير هنحطها على المدلعة هتبقى مسكرة معينة. فانا مش عايزة يبقى سكرها زيادة عن اللزوم. انا هنا هبدأ بقى احاول اشرب من القنافة دي السمنة بتاعتي كويس. اخلي بس القنافة تشرب من السمنة عشان تمسك معي وتبقى قرص واحد. مش عايزها تفك مني. بصوا كده بحاول اشرب السمنة بتاعتي القنافة كلها زي ما انتم شايفين. المدلعة دي سهلة جدا وبسيطة جدا. وآآ بتتباع غالية طبعا. بصوا انا كده كنت عشان ما تقولش عليكم الفيديو. كنت خلاص عملتها كلها. وجبت ورقة زبدة. دي لازم ورقة زبدة ايما تدهني ده انا كويسة من السمنة بقى. عشان تطلع معاكي سهلة قرص واحد اه وتطلع كويسة معاكي. بصوا كده انا خلاص حطيت ورقة الزبدة وحطيت القنافة اللي انا فرجتها بالسمنة. وهبدأ اضغط عليها ضغطة حلوة معتبرة كده. عشان تمسك معي وتبقى قرص واحد ما تفكش مني خالص. هي كده كده انفرولة بسيط والسمنة هتخليها تمسك معانا جامد. والضغطة دي برضو مهم قوي عشان تطلعها قرص واحد متساوي يعني. ما يفكش خالص. بص انا بحاول اضغط الجناب والوزن. ولو في حتة عليها بحاول اسويها. بصوا كده 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 خلاص ساوتها كلها. هدخلها الفرن. بصوا كده دخلت الفرن معايا. وانا كنت عاملالها العسل بتاعها عسل تقيل. بصوا كده كان دخلت الفرن حمرت معايا من تحت وشغلت الشوية علىها حمرت من فوق. والعسل بتاعه القنافة لازم يكون تقيل. وهسقيها بيه بس مش هنسقي كتير. يعني نص الكمية اللي تسقيها للقنافة العادية كفاية قوي. هنا بقى هنبدأ نعمل البزبوسة. يعني سبت القنافة تهدى معايا شوية. معايا هنا تلات معالق من السمنة. هفضج عليهم قلب الزبادي. دي الطريقة العادية اللي مكتوبة على الكيز بتاع البزبوسة. انا عادتها لكم قبل كده الطريقة تانية بالكريز. بازبوسة بالكريز. كان لها طريقة مختلفة عندي. دي الطريقة الاصلية وبتبقى ناكحة جدا لو هتعمليها برضو سيدة. بحط تلات معالق سمنة على كوباية زبادي. بصوبة حاول افك بس التكتلات بتاع السمنة. لازم تسيح معايا قوي. والزبادي يتجانس قوي مع السمنة بتاعتي. بصوبة ابدأ اقلبهم كويس قوي. لحد ما لقاها نعمة معايا قوي. هبدأ انزل ده كيس البزبوسة. كيس البزبوسة بياخد تلات معالق سمنة وكوباية زبادي وبتزوجي بلبن بسيط. بحد ما تديك العجنة القوام اللي انت عايزاه. هنا هبدأ اقبس البزبوسة كده بالسمنة والزبادي. زي ما انتم شايفين كده. هتحتاج طبعا اللبن عشان تاخد معايا قوام كويس عارفة فريدو فسطانية. بحط حاجات بسيطة بحاجات بسيطة بصوا انا حطيت حاولي نص كوباية. وقد خلاص بقت معايا بالقوام اللي انت شايفها ده. تقيل وتعرفي تفريديه برضو. يعني مش خفيف ومش تقيل قوي ما تفريديهوش. هبدأ بالسباتيولة كده افرده زي طبقة كده. انا عايزها برضو طبقة ما تكونش سميكة قوي. الوصفة دي بتحتاج طبقة القنافة. ما تكونش طقينة وما تكونش رؤيقة. يعني وسط. وبتعوز برضو كيس البزبوسة كفية قوي. انا هنا عملت في نفس الصينية. يعني لو عندك صنيتين مدورين واحد بس لازم يكونوا الصينيتين نفس المقاس. انا سيت القنافة طبرة بعد ما شربتها. وعملت في نفس الصينية البزبوسة بتاعتي. وحطها في الفرن برضو وارجعلكو تاني. يا بتخش درجة فرن على حرارة متين. خدت معي حوالي تلت ساعة. وهبدأ اسقيها بقى هي سخنة وهسقيها بشربات سخن خفيف. شربات البزبوسة سخن خفيف طبعا. وكون البزبوسة سخنة. شربات القنافة بيكون بارد والقنافة سخنة. وبيكون تقيل. انا حاطط له كمية بسيطة وهبدأ اعمل الكريمة بتاعتي. معي هنا كوباية ميام تلجة. على كوباية كريمة. على نص كوباية سكر بدرة. هبدأ اخلط الكريمة دي معينا كده. انا كده سبت القنافة تاهدة والبزبوسة معي تاهدة. وكنت ساعتها سكر طبعا. هبدأ اضرب الكريمة بتاعتها دي لحد ما تديني القوام اللي انا عايزاها. وصفة سهلة جدا بس اهم حاجة لازم يكونوا الصينيتين مقاس واحد. وما تسقي الشربات كتير طبعا عشان السكرات اللي فيها تبقى كتير قوي. ما تجزعش يعني لسه في كريمة وفي سوس كراميل وفي سوس شوكورتة تبقى كتير قوي. فانا بسقي نص الكمية اللي بسقيها في القنافة العادية. بصوا كده 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 الكريمة خلاص معي. هبدأ بقى بصوا هنا دي بزبوسة اللي عملتها الاخر. كدت عملتها في الصينية وانقالت انا القنافة في صينية تانية عادية. هبدأ الكريمة دي في كيس سلاجة عادي خالص. مش محتاجة امع حلواني ولا حاجة. او كمان تمشي بيها عادي مش هتفرق معيك. بصوا كده انا بدأت احط طبقة كويسة كده من الكريمة في الوسطى. عايزها تعمل طبقة معي. فبنزل الكريمة بصمكة كبير شوية. هبدأ اغطيها كلها كده بالكريمة زي ما انتم شايفين. بصوا معي. انا كده بس الكريمة خلصت هكملها انا بقى بلزباتيولة عادي. بصوا كده. انا اهم حاجة عملت سمك الاطراف كويس. عشان تديني طبقة بين القنافة وبين البسبوسة. كده دي الصينية اللي انا طلعتها في الاخرى عملت البسبوسة في الاخرى وساقتها في نفس الصينية. وعملت عليها بما بردت بقى خالص سبتها بما بردت نهائي خالص عشان الكريمة ما تسحش معي. سبتها كده بما بردت خالص وعملت الكريمة وحطت على وش البسبوسة. واقول لكم هنعمل حط القنافة بتاعتنا ازاي? بص انا بحاول اساوي بس الكريمة بتاعتي كويس عشان تعمل معي طبقة متساوية بس. بحاول احط الاماكن اللي ما تحطش فيها بصوا زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى القنافة بتاعتنا كنت نقلتها طبعا بورقة الزدة فسهل علي. بتجيبي صنية فلانش اي حاجة عندك تعرفي تدقي لي عليها عشان تنزلي بيها بصي. هبدأ انزل كده حط الطرفين على بعد وانزل اسحب كده. هتنزل معيك على البسبوسة سهلة جدا مش محتاجة حاجة. وهرجع اجيبي الصنية اللي كان عليها القنافة وهقلبها. عشان في الوصفة دي انا عايزة القنافة هي اللي تبقى تحت والبسبوسة فوق. عشان لما تيجي تقطعي البسبوسة ما تفرولش منك. بصوا كده اتقلبت معي البسبوسة بقت هي اللي فوق والقنافة تحت وطبقة الكريمة في الوسطة عايزي. هبدأ اشيل ورقة الزبدة دي بتاعت البسبوسة. ورقة الزبدة دي بصراحة تحفة وآآ بتسهل عليك كسير اول حاجة ما بتلزقش معيك. هبدأ برضو هنا على البسبوسة هعمل طبقة كمان من الكريمة شايفين شكلها. وانا ما ساقتهاش قوي عشان ما تفرولش معي برضو. ما شاء الله عليها ورقة الزبدة بتخليها تحمر معي حلوة قوي برضو. ما تلزقش. هبدأ انزل بالكريمة بتاعت دي. على الوش بتاع البسبوسة. عشان كده انا قلت لكم ما تسكروش قوي ما تحطوش السكر بتاع الشربات كتير. عشان ما تفرولش منك وما تبقاش آآ سكرها كسير قوي وتبقى تقيلة. كفاءة قوي الكريمات اللي فيها والشوكولاتات والحاجات ديها الطعامها قوي. وكده كده قريجي احنا حط لها برضو سكر يعني ساقينها سكر مش مش سايبنا كده. بصوا كده انا كنت ساوتها عشان ما طولش عليكم بس. كنت ساوتها من فوق وفط كريمة كمانا عملت اللجناب بتاعتها. انا بحاول بس انا عامل وش مش اكتر. بصوا زي ما انت شايفين كده. ما بتاخدش حاجة خالص معيك وسهل وبسيطة. بصوا معينا كده كتتساوت كلها. من اللجناب كله انا بحاول اوراها لكم. بصوا الجنب ده برضو. عملتوا كريمة كله. وهنا برضو. هنبدأ بقى القراملة جيب طبق القراملة حطها عالوش معينا. بصوا القراملة ده احنا عاملينه ما انا عاملها هنا في البيت يعني. هبدأ احطه على الوش كده. وابدأ اعمل بيه طبقة القراملة ده ان شاء الله هعمل لكم له فيديو برضو. سهل ومش مقلف وارخص ما تجبيه جاهز بكتير قوي. ما بياخدش حاجة يعني سكر ومية وفانيليا ما فيش اي حاجة كده. هقول لكم ايه اللي بيخلي ينجح معاك ان شاء الله ويبقى طعم وحلو وما يمررش برضو. بصوا هفرد القراملة توقع من القراملة كده على الوش. القراملة ده كويس قوي في الحشوات في تزويق آآ جاتوهات في الطرد برضو بيبقى قويس قوي بيدي طعم حلو قوي بصوا هبدأ بس سويها كده معاكم وارجع لكم تاني عشان ما طاولش عليكم بصوا كده انا كنت سويتها خالص ده سوس شوكولاتة انا من مجيك ده انا كنت جايبها لكم فيديو مشتريات الكيس باتنين جنيه بس في كمية قويسة لو هتعملي آآ لو هتعملي جاتو هتعملي حاجة وعايزة زجزاج بسيط هيعمل معاك كمية حلوة قوي يعني الكيس قضى معي الطبقة كلها وفض منه كمان ده كيس باتنين جنيه بس مش اكتر ده سوس شوكولاتة في من النوع ده سوسات كتير قوي انا ببدأ اعمل خطوط كده احاول اضايق الخطوط سنة كمان يعني بين كل خط وخط حط برضو خط عشان كده واسعة ده ترجع لتزوية كنت انا بعملها خطوط بالعرض عشان آآ انا عاملة صانية مستطيلة لو هتعملي صانية مدورة هتعملي دواير مش هتعملي الخطوط دي بص هو ابدأ احط خطوط كده بالعرض آآ يعني ايه دي كنتي تزبط يعني مش مستحملة حاجة ودي كريمة فاضت مني هبدأ اعمل بين كل خط وخط من بتاع الشوكولاتة خط كريمة عشان يبقى بحس يبقى خط شوكولاتة وخط كريمة دي كريمة عادية خالص من اللي انا حشية بيها وممكن تبدليها بشوكولاتة بيضة برضو سوس شوكولاتة اللي بنحطه على العجاتوش وطول الابيض ده لو عندك برضو موجود منه عندك شوكولاتة سايحة 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 عادي يعني هنا بين كل خط وخط من الشوكولاتة حتى آآ خط كريمة كده عشان ابدأ اشكله ويطلع معي حلو ان شاء الله دي حبيت كريمة فاضوا مني فحاولت اعملهم زي ما انتم شايفين كده عشان يبقى خط ابيض وخط اصمر كده بس كنت بعيدة على الخطوط اللي هي قطعت معي كده تمام قوي بخلة بسكينة باي حاجة بصي هتاخدي خط كده رايح هتفضلي تاخدي خط كده رايح وبتتيب مسافة بين الخط والتاني بنفس الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا بصوا زي ما انتم شايفين كده هيدي معاك الشكل ده هرجع قلبها بقى ودي خطوط عكسية برضو بين كل خط وخط بصوا كده انا هوريكوا بس واحدة بصوا انا كده قلبت الصينية وهدي خط عكس كده بين كل خط وخط برضو معلش كانت القمرة بس آآ كانت وقفت مني وما جاتش تصوير بقية الخطوط اللي بالعرض بصوا كده انا كنت خط خط تاني يعني غيرت دورت الصينية وخدت خط تاني وطلعت معي بالشكل ده زي ما انتم شايفين بصوا كده كانت خلصت معي تحط في التلاجة ساعة وتقطعيها وتطلع معاكي ما شاء الله بصوا زي ما انتم شايفين شايفين شكلها ما شاء الله عليها وطعمها حكاية بصراحة والطبقة الجوة حلوة قوي سهلة وبسيطة ومش معادة ومش مكلفة وهتطلع معاكي نكحة من اول مرة ان شاء الله بصوا شكلها يفتح النفس بصراحة يا رب اتجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات ويا رب ما كنش طولت عليكم لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لي الفيديو اشتركوا في القناة